السلام عليكم لم تعتقد يوما سيدة جينري لانس البالغة من العمر 52 عاما والمقيمة في بريطانيا انه سيأتي يوما يكاد يكون جميل تفسد باجته السراويل التي اعتدن ارتداؤها ومسببة مشاكل صحية خطيرة وان حياتها ستصبح على المحك في حقيقة الامر يكاد يقتلنا الشوق لمعرفة ما حدث ولكن ستصابون بالذهول مما حدث السيدة جينري لانس دخلت المشفى نتيجة سروالها الجنس لقد قامت بشراء هذا السروال في فترة التقفضات معتقدة انها بذلك ذات حظ جميل ولكن لا احد يعلم ما سيأتي لاحقا في حقيقة الامر لم يتناسب معها السروال في بادئ الامر ولكن في النهاية استطاع بعد عدة محاولات من توسيع السروال ليتناسب معها بعد ذلك قامت السيدة بارتدائه طيلة اليوم وحتى ليلا لم ترتدي سروالا غيره ولكن في المساء قامت بتغيير بلوزتها وذهبت الى زيارة اشخاص مقربين منها ثم قضت وقتا ممتعا خلال هذه الامسية الجميلة ورقصت كثيرا ولكن دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقدت وعيها فجأة وعندما عاد اليها وعيها اعتقدت ان ذلك حدث نتيجة الارهاق وليس اكثر ثم قررت العودة الى منزلها وفي الصباح قامت بحج سيارة تكسي لتقلها ولكن في هذه المرة الى المشفى لقد ظهرت اثار مرض ما على اطرافها السفلية تحديدا باتت ارجلها تبدو كأنها خرجت لتويها من جراحة خطيرة فقد كانت متورمة جدا وملتهبة للغاية عندما رآها الدكتور ورآ حالتها وما تبدو عليها ارجلها سألها على الفور ماذا كنت ترتدي بالامس ولكن عندما سمع ردها فهم كل شيء وبات الامر واضحا فكل ذلك حدث نتيجة ارتدائها هذا السروال الضيق مما جعل عملية تدفق الدم صعبة وتكاد تكون مستحيلة مما تسبب في ضمور النهايات العصبية وعضلات ساقيها وكانت نتيجة ذلك أنه توجب عليها القيام بأربعة عمليات جراحية لكي تصل أرجلها إلى ما ترونه الآن في الصورة وبالرغم من كل ذلك فهي لم تتأن من كل ذلك فكما نرى ونعلم أن حياتها كانت على المحكة وكادت تفقد أطرافها من كل ذلك نتعلم درسا مفيدا وهاما فلابد على كل شخص منه عندما يفكر في ارتداء شيء ما لا بد وأن يفكر مليا ويختار ما هو فضفاضا ويتناسب مع جسده ويسهل عملية تضفق الدم ولا يتسبب في التهابات أو حروق أو احتكاكات وبعد كل ذلك قد يكون لها عواقب وخيمة وأشد من ذلك بكثير على صحتنا وفي بعض الأحيان قد تكون سببا في الموت إذا كانت إحدى صديقاتكم أو أقاربكم ترتدي مثل هذه السرويل فلابد وأن ترى هذا المقال فهو مهم للغاية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة